بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الدروس الألكترونية لمدارس السندبات الأهلية المحاضرة تكملة هذا اليوم لصف الثالث المتوسط الفصل الثامن الزمرة السادسة وكنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن ثاني أكسيد الكبريت هنا عدنا أسئلة بسيطة تعاليل علل كل ما يأتي يسلق غاز ثاني أكسيد الكبريت كعامل مختزل لأنه المحلول المائل لغاز ثاني أكسيد الكبريت يحتوي على مجموعة الكبريت الكبريتيد SO3-2 القابلة للأكساد قابلية غاز ثاني أكسيد الكبريت على قصر الألوان النباتية لأنه يسلق كعامل مختزل الجواب مالته ثالثا يستعمل غاز ثاني أكسيد الكبريت في قصر المواد العضوية مثل الحرير الطبيعي والصوف بدلا من الكلور الجواب ماله لأن القصر بغاز ثاني أكسيد الكبريت لا يتلف المواد العضوية عكس الكلور الذي يتلف هذه المواد سنأخذها بالفصل التاسع رابعا المواد المقصورة بغاز ثاني أكسيد الكبريت سترجع ألوانها عند تعرضها للهواء ترجع اللون من نقصرة يرجع اللون من عرض الهواء بسبب اتحاد الغاز مع بخار الهواء الجوي وتكوين حامض الكبريتوز الذي ليس له القابلية على قصر اللون هنا نعمل سؤال آخر املأ الفراغات بما يناسبها يعد فراغ هذا هذا البنقوسيني فراغات يعد أهم مادة كيميائية تجارية في العالم هو حامض الكبريتيك يحترق الكبريت بسهولة بوجود مصدر إشعال في الهواء بلهب اللون يكون لون أزرق متحداً مع الأوكسجين الجوي ويشتعل تلقائياً بدرجة 400 درجة سليليزية وينتج في الحالتين غاز ثاني أكسيد الكبريت ذو رائحة نفاذة لغاز ثاني أكسيد الكبريت آثار صعبة سيئة جداً على الإنسان والحيوانات والنباتات كما يعتبر من أكثر مبيدات إنه يسوي أملاح الأمطار الحامضية يكون إنه أمطار حامضية لأنه يتكون ثاني أكسيد يذوب في الماء يتكون حامض الكبريتوس وهذا حامض يسمو الأمطار الحامضية غاز كبريتيد الهادروجين سام جداً وهو أكثر خطورة من غاز أحادي أكسيد الكاربون كاربون شكراً